إذن مشاهدين قررت إيران وباكستان ابقاء الأمور تحت السيطرة ولكن لا يزال الغموض يحيط بالدوافع الحقيقية وراء استهداف الحرس الثوري لأراضي باكستانية والذي فجر توترا بين بلدين إحداهما نووي والآخر يسعى بقوى لامتلاك سلاح نووي هناك من يقول إن باكستان تلقت إشعارا مسبقا بالهجوم وإنما أثار الأزمة هو إفشاء طهران خبرت ضربة خصوصا وأنها لم تبلغ إسلام أباد بأنها ستعلن الأمر وعلى ما يبدو أن الزيارة التي قام بها حسن كاظمي قومي مبعوث إيران لأفغانستان كان المقصود منها إبلاغ إسلام أباد بالهجوم الإيراني الوشيك مسبقا القضية أكدت كما يقول مراقبون حالة الجزر المعزولة داخل إيران وغياب التنسيق بين الحكومة الإيرانية والحرس الثوري ودليل ذلك كما يقول هؤلاء أن وكالة إيرنا الإخبارية التي تسيطر عليها إدارة إبراهيم رئيسي أسرعت بنشر أخبار الهجمات ثم عادت وتراجعت بسرعة دون أن تقدم أي تفسير بينما أعلنت وكالة أنباء فارس وتسنيم التابعتين التابعتان للحرس الثوري عن الغارة في وقت لاحق ما يراه المراقبون دليلا آخر على التخبط والغموض وأنه في حال ضرب أهداف في العراق وسوريا سارع الحرس الثوري لإصدار ثلاثة بيانات رسمية بعد فترة وجيزة من الضربات بينما ظل صامتا حتى اليوم إذا الضربات داخل باكستان والتي لم يصدر أي إعلان رسمي عن الحرس الثوري بشأنها بقي أن نشير إلى أن ما تحدثت عنه مصادر أن الضربة الإيرانية في باكستان وافق عليها مجلس الأمن القومي في طهران في عقابة اعتداء كرمان الذي أسقط تسعين قتيلا على الأقل فيما وصف بالفشل لاستخبارات الكبيرة هذا الاعتداء تبناه تنظيم داعش لكن طهران ربطت بين داعش وجيش العدل في مسوغ لشنها لهذه الضربات وفي حال وجود صلة فعلا بين تنظيمين السنيين يرى المراقبون أن إيران تكون أمام تحدي كبير قادم من المنطقة الحدودية مع الجارتين باكستان وأفغانستان في آن واحد